السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما بدأنا هناخد اليوم ان شاء الله كده مثال جديد المسال ده هو برضو على موضوع الاجهاد والانفعال الاجهاد هنا لو كانت عندنا عضلة عضلة قلب طبعا او عضل الجسم او عضلة نسيج العضلة دي بتستطيل مقدار خامسة سنتي يبا دية دلتا ال يبا نحن ناخد عضو نكتب نكتب الموضعات بتاعتنا عضو كده اهي يبا دلتا ال تساوي خمسة سنتيمتر لازم يحول هالمتر يبا اضرب في عاشر او سالب اتنين يبا خمسة في عاشر او سالب اتنين متر خلاص يبا دي عبارة عن ايه عبارة عن زيادة في الطول والقوة موجودة عندنا هي بخمسة عشرين نيوتو وجد معامل ينج يبا عايز واي كابتل اذا كانت العضلة على شكل استوانة ادي العضلة هي اهاي على شكل استوان اذا كده نسف القدق قائداتها كام ادي نسف القدرة هو يبا ار تساوي كامل اربعة يعني اربعة في سنتيم اربعة في عاشر سالب اتنين بالمتر وقضولها كام وقضولها عشرين يبا ايه ليه 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 نط عشرين بسنتيم في عاشر سالب اتنين يبا اثنين من عشر تقريبا متر عايز مين هو عايز معامل ينج هو معامل ينج على طول احنا ممكن احنا قلنا معامل ينج عبارة عن اجهاد على انفعال معامل ينج واي كابتل او اي كابتل ادي الاي تساوي قوة على مساحة على دلتا الا على ال فكرة ولا يعني لو عملنا الرينج للمعادلة سريحة تديني الاف مضروف الال لان في المقام هنا مقام المقام بس وبعدين على ايه للمساحة في دلتا نعود على طول انا احنا نعود طيب المساحة هنا استوانة مساعتها كام ال ايه هنا اهي عبارة عن باي ار تربيع يعني تلاتة اربعة عشر من مية مضروف الار الار بكام الارب اربعة يبا اربعة في عاشر وسالب اتنين لكل تربيع دي عبارة عن ايه اربعة باي ار التربيع دي عبارة عن مساحة تلاتة اربعة تقريبا في تلاتة باتناشر يعني تقريبا تلاتاشر في عاشر وسالب اربعة تقريبا كده تلاتاشر في عشرة وسالب اربعة متر مربع تمام نبتدي بقى نعود يبقى الايه بكام الايه بساوي اف اللي هي بخمسة وعشرين مضروف الال اللي كمان بقولنا عليها الال نطخة عشرين يعني اثنين من عشرة هي على المساحة المساحة كام تلاتاشر في عشرة وسالب اربعة اهي مضروف مين مضروف الدلت ال الدلت ال اللي قلنا عليها خمسة في عشرة كام خمسة في عشرة وسالب اتنين كل وحداتنا بين هنا في هذه الحالة في النظام العالمي الوحدات يبقى تلاتاشر في خمسة بكم بخمسة وستين يبقى خمسة وعشرين على خمسة وستين هنا اثنين من عشرة على كام خمسة وستين في كام في عشرة سالب اربعة لان يضرب الاسس جمعة اهي هنا على خمسة فيها الخمسة وعلى خمسة فيها التلاتاشر تمام وهنا خمسة في اثنين من عشرة يبقى عشرة عشرة بواحد يبقى خمسة على تلاتاشر في عشرة وسالب اربعة خمسة على تلاتاشر تقريبا يعني تقريبا يعني ناخد علامة كده ممكن نقول اربعة من عشرة بوع من عشرة في عشرة وسالب اربعة طبعا اربعة من عشرة في عشرة وسالب اربعة ايه الوحدة بتاعتها نيوتن لكل متر مربع لاني واحدة عبارة عن واحدة ناخد بعد كده موضوع جديد هو اللزوجة ودي خاصية للسوائل تجعلها تختلف في استجابتها للقوة التي تعمل على حركتها ومقاومتها الاجسام المتحركة داخلها يعني حشتين خاصية للسوائل بتعملية تختلف في استجابتها من مادة الى اخرى القوة التي تعمل على حركتها او الاكسام اللي بتحاول ان تتحرك داخل هذه السوائل زي مثلا الجسرين زي الزيت وغيرها من السوائل احنا كلنا بيعلم ان انسياب جران الماء غير جران الزيت وغير الجرائم الجاسرين. كما أن حرك الجسم داخل الماء غير حركة في سائل آخر. تنشأ خاصية اللزوجة بسبب احتكاك بين طبقات السائل بعضها ببعض. أو بسبب احتكاك بين طبقات السائل وبين أجسام متحركة فيها. يعني طبقات السائل زي ما يكون كتاب كده. صفحاته عبارة عن طبقات السائل. يبني عندي هاي طبقة. في طبقة تانية. طبعا هنا ده تجبيه. تمام. يعني مش مقارب للحقيقة. لان طبعا طبقات السائل متقاربة تماما بعض. عند لو انساب سائل بقى بنجد بنلاحظ وبدء التدرج او انحضار في سرعته. بمعنى ايه? انك في سرعة بنجد انسابة طبقة العليا كبيرة نسبيا. وتتناقص السرعة في الطبقات التالية حتى نصل الطبقة الاخيرة الملامسة للسطح وتكون سرعتها سيف تقريبا ساكنة. زي كده زي الشكل ده. ادي الطبقة الملامسة للسطح تحت. عشان الطبقة ملامسة في التساق بينهم بعض. في قوة احتكاك بينهم بعض كده. هذه القوة بتمنع ان الطبقة تتحرك وبالتالي تقريبا سرعتها بسفر. يعني كانه في احتكاك سكوني. الطبقة اللي اعلى بتبقى سرعتها اعلى شوية وهكذا وهكذا. لغاية ما نوصل لأعلى طبقة بتبقى اعلى سرعتها عزماء. ودي سرعتها سرعتها ساوي سفر. تمام? ده عبارة عن. ده الشكل ده يوضح اللزوجة كويس جدا. اللزوجة لو احنا ممكن نعرف انحضار انحضار او تدرج السرعة بانه مقدار التغير في السرعة اللي هي دلتا فيه خلال واحدة المسافات دلتا اتش. يعني تغير في السرعة على تغير في المسافة. انحضار السرعة نحضار المسافة. تمام? يعني تغير في السرعة بين خلال واحدة المساحات. المسافات. يعني احنا مدام نقسم سرعة على مسافة يبقى اننا بناخد تغير في السرعة على وحدة ايه خلال واحدة المسافات. يديني ده. احضار اسمه الحضار في السرعة. طبعا انا عميتي الحضار اللي هي? لان احنا كده لو احنا رسمنا علاقة بين ادي المسافة و ادي السرعة. ويديني شكل ازاكد. ادي ده عبارة عن سرعة حضار في السرعة على مسافة. يبقى ميل. يعني الحضار. اما اذا كانت سرعة الطبقات العليا اللي هي طبعا وسرعتها الطبقة السفل سفر. وكان العمق قوة اتش. فان المعادلة السابقة تكتب على هذه. ذي على اتش. يوفيش حاجة اسمه الحضار. سرعة على مسافة. سرعة ليه? على مسافة يدينا الحضار. وعشان ينسى بالسائل وتتحرك طبقاته بتدريف السرعة. لابد من تأثير على طبقاته بقوة مماسية. ومدى من قوة مماسية المحركة لاي طبقة سوف نستخدم تعبير اكثر دقة.